فتكون حاضرة بإذن الله تعالى وهنا الابكار الأصائل يقف عند نقطة الانطلاق والبداية ألا وهي المسافة التي قررت الخمسة كيلو مترات قررت من قبل اللجنة العليا المنظمة لسباقات الحجنة العربية الأصيلة إذن على بركة الله وتوفيقه أعلنت انطلاقة الشوط الرئيسي أعلنت انطلاقة الشوط الأول انطلق هذا الشوط على بركة الله وتوفيقه كأس الكوس ينطلق كأس سيد صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله ورعاه ينطلق في عاصمة الميادين ينطلق في هذا اليوم الجميل ينطلق في هذا المساء المميز ينطلق في هذا اليوم وفي هذا التاريخ أيضا ينطلق في هذه المعركة معركة من معارك شهر إبريل في عاصمة الميادين وهنا الكاس الذهبي كأس الكوس إضافة إلى النص مليون درهم التي تنتظر واحدا من بين هذه الأسماء التي انطلقت وتواجدت وبدأت في الصراع بدأت في النساع مقدمة الشرط من تقود هذه المسيرة وتنطلق مع المركز الأول في هذه اللحظات بشعار العاصفة بانطلاقة العاصفة بتواجد العاصفة بحور يا بحور انطلقت مع المركز الأول لحجن العاصفة يقدم لنا بحور حمد بن راشد بن حمد بن غدير الواثق في عملية التضمير من قدم لنا العاصفة في صباحية هذا اليوم عندما قدم لنا طواري مع الشوط الأول وقدم لنا أيضا هناك بالفعل طاري وقدم لنا اسماء قوية مع العاصفة من خلال تقديم منصورة في الفترة الصباحية الآن التقديم لبحور من أجل الظهور بأجمل صورة العاصفة تتقدم ملك سيد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم والواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير انتقل إلى المركز الثاني لتتقدم في هذه اللحظات مع حجن الرئاسة لتنطلق رواسي رواسي مع المركز الثاني راسية بالأداء انطلقت رواسي لحجن الرئاسة يتقدم المميز انبارك بن أحمد بن مايد الخيالي يتقدم في يوم للمميزين ينطلق المميز مع الرواسي في المركز الثاني ومع انذار في المركز الثالث يشكل الخطر الحمر الخطر ينطلق مع المركز الثاني ويتقدم مع المركز الثالث ونفس المضمر المميز انبارك بن أحمد بن مايد الخيالي المركز الرابع يأتي دور الهايلة مع المركز الرابع لهجن الرئاسة يقدمها المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري في عملية التضمير المركز الخامس اللي وصلت مع المركز الخامس تقدمت الظفرة لهجن الرئاسة يقدمها أيضا المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري هكذا متابعين الكرام النداء لهذه الأسماء النداء للمراكز الأولى التي تقدمت في أول التقات أصحاب السمو الشيوخ في محركة من محارك الوثبة في عاصمة الميادين العودة إلى بحور إلى بحور بحر من أبحار فزاع يبحر مع المقدمة يتقدم مع بحور يقدم بحور مع هجن العاصفة الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير ولكن هنا هنا التغيير وهنا انذار هنا انذار انذار شديد اللحجة يتقدم مع انذار المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي مقدما لانذار لحجن الرئاسة ينطلق مع مقدمة شوط المركز الثاني يأتي دور الهائلة الهائلة مع المستحيل الهائلة مع الحمر الهائلة مع الخطر الهائلة لحجن الرئاسة راشد بن محمد بالسم المنصوري المركز الثالث بحور لحجن العاصفة الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير المركز الرابع انضمت رواسي لحجن الرئاسة مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي المركز الخامس القادم الظفرة مع المركز الخامس لهجن الرئاسة مع راشد بالسم المنصوري الحودة إلى مقدمة شوط الحودة إلى الكاس الأول إلى كاس اللقاية الف ومئتين يا المميز ينبارك يا أبو أحمد يا صديق الحزيز الكاس الأول في الشوط الأول في اليوم الأول لالتقاء إمبراطورية الرئاسة بالحاصفة الكيل الأخير الكيل الخطير الحمر الخطرية تقدم والحاصفة تهاجم العاصفة تتقدم الحاصفة تتلاعب بالرمز الأول مع بحور مع بحور بحور الإنجازات بحور النوميس بحور الواصفة والعاصفة وهنا متابعين الكرام اللي وصلت الظفرة هي القادمة الظفرة هي المنطلقة الظفرة تتواجد مع المركز الثالث لحجن الرئاسة يقدمها المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري الكاس الذهبي كاس اللقاية ما بين بحور مع الواثق للعاصفة 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 حتى هذه اللحظة ولكن 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 قد أعذر من أنذر إنه المميز المميز مبارك 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 فيك تفال وتبارك راح للرمز راح للكاس حمر 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 كل خطر كل خطر كل خطر مسر للنظر مسر للنظر كاس الكعوس مع انذار الحروس وللرئاسة نزفه النموس وللمقام السامي سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل انهيان كاس رئيس الدولة لسيدي رئيس الدولة شكرا للرئاسة وهجنها المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي يبدأ بالأخبار الحلوة ويقدم لنا انذار تحانينا لهجن الرئاسة وتحانينا للحاصفة وهجنها على فوز بحور في المركز الثاني وتانية للواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير المركز الثالث المركز الثالث ايضا لهجن العاصفة مع التصويت هنا التوقيت الزمني سبع دقايق وثلاثة وعشرين ثانية وتسعة جزا من الثانية هو التوقيت الزمني لحظة اختطاف الكأس الأول في الشوط الرئيس الأول تحانينا لهجن الرئاسة على فوز انذار بكأس المفتوح للقاية تحانينا للمميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي سبع دقايق أربعة وعشرين وجزء واحد من الثانية تحانينا للعاصفة وهجنها على فوزها في المركز الثاني مع بحور تانين للواذق حمد بن راشد بن حمد بن غدير المركز الثالث وصلت في تصويت لحجن العاصفة والتاني الواذق حمد بن راشد بن غدير سبع دقايق خمسة وعشرين ثانية وخمس أجزاء من الثانية لنزف التهنية لكل الفائزين في هذا المساء المميز ترجمة نانسي قنقر